بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن موضوع التبريد والتكيف موضوع التبريد والتكيف باختصار لو هنيجي نتكلم عنه فلازم نقول ان التبريد والتكيف عبارة عن قصة هنبدأ بيها بان عندك بيت والبيت جاه جواه حر فاول حاجة هتخطر في بالك انك عاوز تشتري تكيف اول ما بتسمع كلمة تكيف بتلاقي لمبة ظهرت فوق دماغك وترجمتها انك عاوز تبرد الهوى لكن كلمة تكيف هي ترجمة كلمة كونديشنينج يعني انك عاوز تزبط خواص الهوى اللي حواليك عشان يحسسك الموضوع ده براحة نفسية اكتر للمكان اللي انت قاعد فيه فتتقلم على المكان اكتر لانه ممكن تكون قاعد في مكان بارد اه بس رطوبته عالية او الرطوبة العالية دي من تراكمها في الهوى بتخلي ان رحة المكان مش كويسة فبالتالي انت هتكون قاعد في مكان بارد بس هتكون قاعد مدائي عشان كده التكيف مهمته انه يخلي الناس تحلم ويجلنا احنا مهندسين التكيف او بتوع التكيف عشان نحقق لهم احلم هل مثلا لما تجيب التكيف هل هتجيبه للصيف بس ولا للشتاء هل هتجيبه للتدفئة ولا بس للتبريد هل التكيف اللي هتجيبه هينسب بيتك اصلا ولا مش هينسبه هل لو ناسب بيتك هل هينسب بعدها البيت الكبير ده ولا مش هينسبه هل لو ناسب البيت ده هل هينسب العمارة السكنية هل لو ناسب العمارة السكنية هل هينسب برج خليفة ولا برج خليفة ده اصلا بيتكيف ازاي ولا 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 كلها اسئلة طبعا بتدور في دماغك لكن في نفس الوقت انت عندك شوية عندك شوية محاصيل زراعية المحاصيل الزراعية زي مثلا البرتقان الفراولة الكيكة عندك مثلا شوية طفاح الحاجات دي انت عاوز تحطها في التلاجة مش بس فكرة التلاجة انك بتحاول تحفظ فيها الثمار والاغذية لفترة طويلة لكن تطبيقها على مستوى دولي ولها اهمية استراتيجية كبيرة جدا لكل الدول وبالذات الدول اللي بتكون مصدرة لمواد غذائية الصادرات بتاعتها بتاخد وقت طويل قوي على ما توصل للمستهلك وبتتعرض كمان لتغيرات مناخية بتسهل في انها تفسد بسرعة حتى قبل ما توصل للبلد المستورد عندك على سبيل المثال الموز من اكبر المصدرين له هو دولة الهند لكن الازمة الاكبر هي ان الموز ما بيتحطش في التلاجة عشان لو تحط في التلاجة بيبوس طيب يبقى ازاي انك تحافظ على المنتج بتاع الموز ده لو عايز تنقله من الهند لمصر هنا بتظهر احد اهم اهداف علم التبريد هو الحفاظ على كافة المواد الغذائية سليمة من وقت زرعتها وحتى وصولها لتلاجة المستهلك مفسه مش بس كده لازم نعمل الموضوع ده باقل استهلاك للكهربا يعني اقل فلوس ندفعها وناخد افضل كفاءة ممكنة فبالتالي الموضوع مش مقتصر بس على المواد الغذائية بل على كافة انواع الحياة فتعال نسيب الهيصة دي كلها ونبدأ نشوف ايه الكلام فعلا اللي هناخده او هندرسه في الكورس لحصن الحظ هم حاجتين والحصن الحظ اكتر ان الحاجتين دول هم مرتبطين بحقب فيما بينهم حاجات مشتركة كتير اهمها ان الفكرة الاساسية لفكرة التبريد او فكرة التكيف هم واحد هي فكرة اساسية بتنطبق عليها الاتنين وكمان بتشتغل على حاجة اسمها وسيط تبريد ودي هنتعرض لها مع مرور الوقت وهم برضو نفس الوسيط التبريد بينفع للتكيف او للتبريد لكن الحاجة المختلفة هي الانظمة اللي ما بين التبريد وما بين انظمة التكيف كل نظام بيبقى له هدف معين انه هو في الاخر يا اما لو في حالة التبريد انه هو يعمل لك تبريد صناعي زي ما تكلمنا على الجزئية بتاعة الموس ان احنا عاوزين نعمل تبريد او شيء صناعي خاص بالتبريد او خاص بمنتجات بيتم تدولها لانها مواد غذائية او حتى ادوية كل الحاجات دي بتندرج تحت التبريد الصناعي مش بس كده كمان لا التكيف المركزي كمان هو احد اهم افرع او تكيف الهواء تكيف المركزي بيشمل تحته عدة مواضيع زي التبريد زي التدفئة زي ازالة الرطوبة من الهواء وعدة مواضيع اخرى وعدة انظمة مختلفة هنبدأ نتكلم عنهم في الوقت المناسب الشاهد في الامر ان التبريد الصناعي خاص بالاعمليات الصناعية اللي بتتم في المصانع وبتتم من اول ما المنتج بيتم تصنيعه او زراعته لحد ما يوصل للمستهلك طول الوقت ده جزء التبريد الصناعي وازاي انك تحافظ على المنتج بتاعك من التلف ده بيبقى شغال معنا وده اللي هنبدأ نشوفه وهنشوف الانظمة المختلفة له مع مرور الوقت اما التكيف المركزي فهو الجزء الاكبر اللي بيهتم بصحة الانسان وكمان بيدخل فيه عمليات كتيرة جدا زي تصميمات لغرف العمليات مثلا تصميمات لغرف اللي بيتم تصنيع فيها الادوية بيبقى فيها حالات خاصة بيتم فيها استعمال فكرة التكيف المركزي وازاي انك تعمل تكيف مركزي تصميمه صح عشان تبدأ تناسب الابليكيشن اللي انت بتنظم له الموضوع بتاعك هنكتفين هنا لحد كده وهنبدأ المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على التفاصيل وهنبدأ نشوف ايه هو التكيف وايه هو التبريد لو عندك اي سؤال او حابب تضيف اي حاجة هكون ممتني لك انك تقضيها في التعليقات متشكر جدا معك